موسيقى سلام من الله عليكم أهلا وسهلا بكم مع الرسالة اليومية للمؤتمر الخامس من أسبوع الإمامة والذي تحتضنه لليوم الثالث على التواري قاعة الإمام الحسن من جوار ضريح المولى أبل فضل العباسي عليهما السلام وحمل اليوم الخامس شعار الرضا والجواد عليهم السلام نوران إلهيان من طوسة وبغداد سنوافقكم بكل التفاصيل فكونوا بالقرب موسيقى 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 ضمن أسبوع الإمامة الدولي الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة اليوم الخامس على التواري خصصة إلى جمعية العميد العلمية والفكرية والمؤتمر اليوم الذي نحن بصدد إقامته وطلقت فعالياته في هذا اليوم هو عن الإمام الرضا والجواد عليهم السلام نوران إلهيان من طوسة وبغداد اللجنة العلمية والتحضرية استقطبت مجموعة من الباحثين ومجموعة من الأبحاث من داخل العراق وخارج العراق بلغ هذه الأبحاث قرابة 20 بحث رشح منها 10 أبحاث للقاء في جلسات هذا المؤتمر في جلسة واحدة صباحية وهذه الأبحاث تنوعت بين الدراسات الحوزوية وكذلك الدراسات الأكاديمية هذه المؤتمرات حقيقة الأبحاث التي قدمت بهذا المؤتمر وفي مثل هذه المؤتمرات المجتمع بحاجة إلى مثل هذه الأبحاث الملاحظة على هذه الأبحاث التي لاحظتها هذه الأبحاث في هذه السنة أو البحوث في هذه السنة هي دمج بين الفكر الحوزوي والفكر الأكاديمي وهذا الإسلوب المتطور هذا الإسلوب الأدبي المشوق جدا مهم لإيصال إمامة أهل البيت عليهم أوضل الصلاة والسلام وإيصال علوم أئمة أهل البيت إلى المجتمع يسعدني ويشرفني أن أكون أحد المتابعين لهذا المؤتمر الرائع التي تقييمه العتبة العباسية لأول مؤتمر الأول ومن خلال حضوري اليوم أمس واليوم لاحظت دقة التنظيم الرائع من قبل القائمين وكذلك لاحظت البحوث الرائعة التي ألقاها الشيوخ والأساتذة وكانت بحوث مستفيضة أعطت ثمارها وأعطتنا المتابعين أو المتلقين معلومات قيمة جريدة لمسبحنا القبل وأشيد مرة أخرى بالتنظيم التي قامت العتبة العباسية مؤتمر مميز حقاً وفريد من نوعه امتازت به العتبات المقدسة المؤتمر جذب العديد من الباحثين من داخل العراق وخارج العراق وإلى صدى كبير وكانت أنه طبعاً شرف المشاركة وقبول بحثنا به تنظيم مميز كان هناك تواصل مستمر بين اللجنة المنظمة والباحثين فحقاً نحن محظوظين للمشاركة والتوفيق للجميع إن شاء الله مما يسعدني ويشرفني أن أكون من الحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر البحث هو عبارة عن بحث عن أحد الرواة عن الإمام الرضا والإمام الجوات سلام الله عليه وهو شخصية جذلية مشهورة باسم محمد بن سنان وشير إلى نقاط مرتبطة بالمهرجان والمؤتمر أولى هذه الأمور هو النجاح في العنوان الشيء الآخر اختيار الزمان كأنما متوافقاً مع ذكرى الغدير أيضاً هذا من حسن الاختيار مضافاً إلى ذلك التنوع في الفعاليات الموجودة جلسة بحثية علمية اختصرت الأثر ما بين بغداد وطوس لتنهل من فيض الإمامين الرضا والجواد عليهم السلام فيض محمدي أصيل وجلسة أخرى على الأبواب سنوافيكم بتفاصيلها فكونوا بالقرب تكلمت فيه بحث وتوفقت فيه إلى بحث أنه دور الإمام الرضا والجواد عليهم السلام في دفع الشبهات ورد الشبهات عن الأمة أهمية تكمن من نقطتين النقطة الأولى التعرف على الأئمة عليهم السلام من خلال العلم الذي يطرح وبطريقة حديثة جديدة يفهم السامع أن الأمام عليه السلام يختص فقط في الفقه فقط أم في العقائد أو غير ذلك هاي من نقطة أولى نقطة ثانية المشمع يفهم يتمسك بمن ويترك من يعني الجهة الأولى العلمية والجهة الثانية العملية حقيقة تشرقنا بالحضور إلى رحاب العتبة العباسية المقدسة بمشاركة في المؤتمر أو أسبوع الإمام الدولي وكان لي ورقة باحتيازة من محاور الإمام الرضا والجواد عليهم السلام وحقيقة يعني كما دائبت العتبة العباسية المقدسة في جميع انشطتها المؤتمر على مستوى عالي من التنظيم والرقي وكانت البحوث تمتاز بالرصانة والابتكار كان هذا المؤتمر فرصة سانحة للباحثين في اكتشاف الدرر والمغاليق التي كانت يحتويها كلام أهل البيت عليهم السلام من خزاء معرفية تحث الباحثين أن يدلوا بدلوهم وهي فرصة سعيدة وقد كان جانب التنظيم وجانب الترتيب واضح وبادي على هذا المؤتمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هي واقعا بالنسبة لي شخصيا كانت حلما يراودني من سنوات أنه ما بين الثامن عشر والخامس والعشرين من ذي الحجة عندنا حوالي خمس مناسبات تتعلق بالولاية فلم لا يكون هذا موسما مكرسا لها حتى حقق هذا الحلم على يد هذه الجهة المباركة وبجهود العاملين فيها وفقهم الله ومن أهم ما في هذه البادرة وفي هذا الموسم المهرجان هو هذه السلسلة من الندوات المنتظمة تحت هذا المؤتمر المعنون النبوة والإمامة صنوان الحقيقة هو نحن في اليوم الخامس من أسبوع الإمامة الأول في العتبة العباسية المقدسة لمسات طيبة جدا توحي إلى أننا وصلنا إلى مرحلة جدا طيبة من إثراء الناس بالأفكار الصحيحة ودحض الأفكار السقيمة والمغلوطة والمنحرفة من خلال هكذا مؤتمرات ومن خلال مطبوعات وكتوب كل ذلك يثري الأفكار حقيقة بالأفكار السليمة والتوجه الصحيح تمر الإمامة وكم أنا شغوف بسمع هذا الاسم لأني من أتباع الأيمة الاثنين عشر عليهم السلام وأنا مدين لهم لأني أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هداني لهذا وما كنت لأهتدي لو أن هداني الله إذن أنا شغوف بهذا الحضور وسوف أكون مصرور للحضور إن شاء الله في الأيام القادمة لأشارككم هذا البيانة وجزاكم الله خير ما بين بغداد وطوس كان لليوم الخامس فصول وفصول في البحث بمفهوم الإمامة الذي لا يكتمل عقدها إلا بيوم سادس وذلك هو يوم الغد بإذنه تعالى فحتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر